السلام عليكم ورحبا بكم إن شاء الله تلقى لكم هذا الفيديو كامل بخير اليوم إن شاء الله رح نشارككم حلوة الطابة هذه الحلوة الجزائرية التقليدية لكامل نحبوها وصفة اقتصادية تربينا كامل أعليها اليوم إن شاء الله رح نحضرها بطريقة يعني مختلفة نوعا ما على الطريقة اللي نعرفوها اللي رح نضيف لها مكون لبنات نظن أول مرة رح تشوفوا هذا المكون رح نضيف لها مكون والأمانة يعني هذه الطريقة الوحدة حلوجية شاركتني الوصفة حبيتني شاركها معاكم هكذا اللي حبت تخدم الحلوة اللي تخدم لي كومون يعني تجرب هاد الوصفة وعينيها مغمضين وصفة ناجحة مئة بالمئة بسم الله نبدأ على بركة الله بالمقادير وفي نفس الوقت نعطيكم الطريقة هناك كما نعرفو حلوة الطابع لبنات دائما نكيل نفس الكيلة البيض نفسها سكر ونفسها زيت أنا الكيلة اللي استخدمتها كاس الكاس هذا ربعحبات بيض يعني هنا الكيلة تقدروا تديروا كيلة صغيرة كما تقدروا تديروا كيلة كبيرة أنا عندي ربعحبات بيض ما يعادل كاس من البيض ضفت له كاس من السكر اللي هي نفس الكيلة يعني نفس الكاس من السكر وضفت له لباني هنا درت وجمو غرف صغر من لباني رح نخلط هذ المكونات مع بعض هنا بالخلاط الكهربائي يعني زمان كانوا يخدموها فقط في القصحة باليد ومهاتنا وجدتنا وكانت تخرج ما شاء الله الآن رحنا نستخدمه الخلاط الكهربائي رح يساعدنا بزاف كل ما نخلطها مليح كل ما نتحصل على حلوة طابع اللي تجي هشيشة وتجي خفيفة هنا بعد ما يبيض الخليط رح نبدأ نضيف كيلة من الزيت اللي هي كاس من الزيت في هاد الوصفة استخدمت كي ما قلت لكم الكيلة هي الكاس رح نضيفه بالتدريج هكذا ما نضيفهش مرة وحدة رح نضيفه غير بالعقل ونستمر في الخلط هكذا بالخلاط الكهربائي حتى ندخل كل كمية الزيت مع الخاليس تاع السكر والبيض من بعد نستمر في الخلط حوالي زوج دقايق حتى ثلاث دقايق حتى نتأكد انه الزيت تدخل مع باقي المكونات هنا رح نضيف الزيت تاع سيترون وبشور القارس لبنات يعني ضروري الحلوة الطابع يعطيها ضوقة رائع هنا لي ما عندهاش تقدر تكثر من لباني ولكن يعني أنا نفضل نستخدم قشور الليمون لأنه يعطي ضوقة رائع هنا ضفت زوج مغرف كبار من النشا أو الميزينة هنا عندي البنات كل زوج حباث بيت نحط لهم مغرف كبيرة من النشا أو الميزينة وعندي زوج أكياس خميرة كيميائية ما يعدل 20 جرام قلت لكم عليه لجربوه البنات ورح يعطيكم نتيجة رائعة اللي هي خميرة الخبز رح نضيف مغرف صغيرة البنات من خميرة الخبز في أربع حبات بيت نضيف مغرف صغيرة من خميرة الخبز يعني البنات ما تخافوش الضوء تاحا مش رح يبان تماما يعني يضيفوه على ضمانتي فقط رح يساعد أنه الحلوة تتشقق في الفرن كما قلت لكم هذ التدبيره رحي من عند حلواجية تخدم لكمونت تخدم يعني كميات كبيرة جربوا هذ الطريقة البنات ورجعوا لي يعني في التحليقات خليوا لي تعليقاتكم هنا بعد ما ضفت كما قلت لكم الخميرة الكيميائية وضفت الميزينة زاس دوسيترون وخميرة الخبز دخلتهم مع بعض ورح نبدأ نشوف بالفارينا هنا البنات الفارينا رح نعطيكم الكيلة بالضبط هنا بالكاس لبنات خذت معايا أربع كيسان من الفارينا كما رحكم تشوفوا وضفت الكاس اللول من بعد الثاني الثالث هنا ما زالها طريقة رح نضيف الكاس الرابع هنا بعد ما نضيف الكاس الرابع رح نتحصح العجينة متماسكة لكن يعني طريقة في اليد ثلاثق رح نوريكم القاوة متاع العجينة هذا هو قاوة ملع جينة كما رحكم تشوفوا رأيت لاسق لبنات هنا ما نزيدش الفارينا رح نغطيها ونخليها ترتاح نص ساعة من بعد نرجع لها هنا هكذا بها نتحصل على حلوة طابع لجينة خفيفة ما لازمش نكتر الفارينا فقط نخليها ترتاح وراح نرجع لها رح تشوفوا الفرق ما بين العجينة قبل وبعد هنا بعد ما رتاح العجينة نص ساعة شوفوا البنات نتحصل على العجينة لنقدر نشكلها بكل سهولة ما هيش تتلاسق هكذا في اليد نرش لطاولة العمل بكمية من الفارينا يعني تقدروا تعاملوها مباشرة فقط طاولة العمل أنا هنا نفضل هات السيليكون يعني دايما نستخدمه نرش كمية قليلة من الفارينا من تحت وكمية قليلة فقط من فوق رح نفتحها غير بيد غير بالعقل من بعد رح ناخذ حلال البنات كي ما راكم تلاحظوا ما رانيش نضغط بزاف يعني غير بالعقل نسويها من الفوق لازم نخلي العجينة اخشينا البنات هذا يعني هذي كامل نصائح لنجاح حلوة الطابع لأنه إذا درناها رقيقة ما رح تنفغ معايا في الفرن كي ما يلزم هنا بالنسبة للسمك حوالي واحد سنتيمتر يعني خليوها خشينا هكذا يعني راح تتأكدوا أنها راح تنفخ معاكم في الفرن تبعوا فقط لبنات المقادير وتبعوا هذ النصائح راح تتحصلوا على أرواح حلوة طابع ممكن تحضروها هنا راح نقطحها بقطاعات يعني هنا القطاعة اللي متوفرة عندكم قطعوا بها بالنسبة للقطاعة مرة على مرة نلوحها في الفارينا هكذا بها ما تلسقش معايا العجينة هنالبنات راح نعود نرجع للعجينة نهضر لكم عليها بالنسبة لكل زوج حبات بيض راح نحتاج لكيس خميرة كيميائية مايو عدل عشر قرامات ومغرف كبيرة من الميزينة ونص مغرف صغيرة من خميرة الخبز هذي هي القاعدة اللي تمشيو هذيها أنا كيستخدمت أربع حبات بيض درت زوج كيس خميرة كيميائية مايو عدل عشرين قرام ودرت زوج مغرف مايزينة ومغرف صغيرة من خميرة الخبز هنا البنات كل ما تزيدوا في الكمية أكيد راح تضعفوا باقي المقادير هنا بعد ما نشكل العجينة العجينة اللي تبقى للبنات راح نضيف لها كمية قليلة يعني أقل من الكمية نضيفها في الأول ونقطر حتى ما نضيف الفارينة إذا ما كانتش تلسق في اليد كيما قلت لكم لازم يكون السمك تاح عالي من بعد راح ندخل لها الفورن يكون مسخل مسبقا هذه أيضا لبنات الفورن راه مهم جدا يعني ما ندخل لها الفورن يكون بارد هكذا ما هي راح تتشقق معايا لازم ندير هذك الوشوك كيشغول العجينة راه باردة ورح ندخل لها الفورن ليكون سخون هذك راح يساعدني أنه الحلوة تتشقق معايا هذي الكمية اللي تحصلت عليها بربع حبة بيض إنها خذية صفار حبة بيض ضفت له كمية قليلة من لفاني بهم جينا شريحة البيض وشوية حليب خلطهم ورح ندهن الحلوة من فوق من بعد نزين ها في الوسط بكمية من السكر هنا كين لي فضل برمسال شوكولة أنا فضل السكر يبقى تزين اختياري كما قلت لكم ندخل هالفورن يكون مسخن مسبقا لازم نكون سخنته من على الأقل من 15 دقيقة حتى 20 دقيقة على 170 درجة مئوية الحلوة للفورن راح تبدأ تتشقق كما راكم تلاحظوا يعني ما شاء الله راي تشقت كما يحب الخاطر راح نخليها فقط تكمل طيب وتتحمر بهذا الشكل ورح نتحصل على أروح حلوة طابعة ممكن أنكم تضوقوها وصفة ناجحة مئة بالمئة لازم نخليها تأخذ هذا اللون من فوق ومن تحت راه تشهي هنا راح نقسم لكم حبة حتى تشوف تشوف ها من داخل راح تحص هنا حلوة حلوة طابعة بزا خفيفة أنا نفضل هذا اللون وكاين اللي حب ها يعني محمرة أكثر من هكذا يعني بالنسبة للون هذا يرجع لكم شوف البنات هنا بعد ما قسمتها يعني صدقوني بزا بزا هاي خفيفة شوف البنات يعني صورة راه يتعبر لشاهيت هنقولها شاهيتك في الجنة اسمحوا للبنات يعني في بعض أحيان حب نقسم لكم الحبة حتى تتأكدوا من نتيجة وتتشجعوا تجربوا الوصفة هنا راني حتيتها في سحن التقديم راح نتحصل على أروح حلو الطابع على الإطلاق نتمنى لبنات أنكم تجربوا الوصفة وتنجحوا في تحضيرها وتخليوا لتعليقاتكم نلتقي إن شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة بإذن الله